الله بارك فيك ألف ببروك لمصر طبعا نفوزنا ووصولنا للدور النهائي أعتقد حاجة كلنا فخر وكلنا سعادة بهذا المنتخب الرائع الحقيقة فرحة كبيرة جدا جدا الفرحة كانت زايدة قوي لأن انت لو ترجع بالمشوار من أول بقى كاس العرب وبعدين بدايتك اللي كانت غير موفقة في بداية البطولة ماتش ناجيريا صدم الجميع نتيجة وأداء صح إنما دخلت بعد كده ابتدى فيه تدرج في المستوى اللي وصلنا بقى طبعا لكودي فار كان ماتش طبعا كبير ورجولة وحماس وابتدى يظهر شخصية منتخب مصر من الروح القتالية ويعني لقيت فرقة شكل فرقة يعني مرورا بقى طبعا بالمغرب يعني متشط صعبة جدا جدا الكاميرون اللي قابلتها النهاردة ما قابلتش ربع الفرقة دي بس أنا بقول لك حولها هذا بحالة كبتالية ومعرفش إيه وجهت نظرك برضو في النقطة دي أنا بشوف إن منتخب الكاميرون أقل المنتخبات اللي إحنا لعبناها دي حقيقة فنيا أنا بكلم فنيا جوال مرح دي حقيقة بس أنت كان تخوفك قبل المطش يعني أقل من كوندفورو أقل من المغرب طبعا على مستوى الفردي والجماعي كمان نعم بس أنت المشكلة إنك قبل المطش كان كله متخوف إن هي مش يعني لو خسرت مش هتبقى كورة بس الحمد لله مصر ضغطت بشكل جيدا الإعلام المصري الحقيقة الذي له دور كبير في الإعلام الرياضي المصري الذي له دور كبير فيما وصل إليه سواء كارلوس كيروش مع منتخبنا محمد صلاح ما حدث خلال هذه الفترة لأنه الإعلام الرياضي المصري إعلام قوي وقدر أنه يؤثر وبشكل إيجابي جدا سواء في كارلوس كيروش أو في اللاعبين أو حتى مع الانتحاد الأفريق وده بالتحديد من بعد دور المجموعات يعني بداية من قبل مبراط كود ديفوار بالحقيقة كله بدأ يتكاتب بقى يعني كله بدأ ينسى باللغة الكورة كده التقطيع والحاجات دي وبدأ يركز مع الفرقة ويدعم حتى لو فيه غلطات أو أخطاء كان كله بيحاول يعدي وبيدعم الفرقة عشان توصل للمرحلة دي أعتقد ده نعكس كمان على المنتخب هناك وطبعا حسوا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الألام المتواجد ومن خلال كمان أسلام ما تنساش الجمهور التي تطلع من هنا تروح تساند ما بتشوف منتخب مصر أنا نهاردة بقول أربع تيارات أربع تيارات كل دور فيه تيارات بتزيد الناس بتتشجع أكثر يعني أنا أعتقد أنه ممكن إن شاء الله في النهاية يوم الحد تلاقي عدد أكبر تابع